مرحبا بكل مشاهدينا الكرام السيدة أمسلام بتسأل عن اللي هي بتعمل ونها بتقوم الليل وبعد ما بتقوم الليل بيرفع أزان الفجر فبتبتدي تصلي سنة الوضوء تتوضى وبعدين تصلي سنة الوضوء وبعدين تصلي سنة الفجر وبعدين تصلي الفجر فهل الترتيب ده طبعا وقت سنة الفجر يعني سنة الفجر بصليها قبل الفريدة طب لو فاتتني يمكن أن أنا أقدر أن أنا أقوم بقضاءها عادي بعد الفريدة ده لو فاتتني صلاة ركعتين سنة الوضوء وبعد كده بصلي السنة الفجر وبعد كده بصلي الفريدة قراءة القرآن في كل الصلوات اللي حضرتك ذكرتها بما يتيسر كل واحد على حسب طاقته وقدراته يا سيدة أمه إسلام الأستاذة دعاء بتقول قيام هي بتقول قيام الليل مقتصر فقط على الصلاة ولا ممكن يدخل فيها الاستغفار يدخل فيها الدعاء هو معنى قيام الليل هو إحياء الليل بالعبادة والطاعة مطلقا قيام الليل يعني إحياء الليل بالعبادة والطاعة مطلقا مش الصلاة فقط يعني مش مقصود بس بإحياء الليل أو قيام الليل إنه الصلاة فقط وإن كان هي من الصور العظيمة الطيبة اللي الإنسان طبعا لازم يكون له يعني قدر طاقته يكون له نصيب منها يعني العيزة أقوله إنها ليس الصلاة فقط إنما الصلاة في قيام الليل إحياء الليل بالصلاة إحياء بقراءة القرآن إحيائه بالذكر إحيائه بالدعاء الله تعالى يقول كانوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى نهاية الآيات الكريمات فدول المتقين اللي ربنا ذكرهم سبحانه وتعالى بيؤوموا ينطفدوا للعبادة ومن ألوان العبادة أنه يصلي أنه يستغفر أنه يدعو الله سبحانه وتعالى كما هو وارد في الحديث القدسي بأن الله سبحانه وتعالى الأوقات الأسمع في إجابة الدعاء من الأوقات الشريفة جوفوا الليل الآخر هل من داع يدعو؟ هل من مستغفر يستغفر؟ فأغفر له؟ فأغفر له كما هو وارد في الحديث وده إشارة إلى شرف هذا الزمان وألوان العبادات اللي ممكن يقوم بيها المؤمن في هذا الزمان الشريف شريف شكراً لكم